في حكاية اخرى انه بدأ كلام كتير على فكرة عودة كارلوس كيروش للمنتخب المصر قبل ما اولوكوا تفاصيل مهمة جدا عايز اقول حاجة بس احنا في مصر هنا النقطة اللي جاي دي في منتهى الاهمية لكل جمهور الكرة في مصر ارجوك اسمعني فيها كويس اوي مش بس الجمهور والمسؤولين عن الكرة في مصر سواء اتحادات او اندية هجماعة نفسي مرة واحدة في حياتنا يبقى معانا مدرب ناجح نسيبه يكمل نجاحات احنا عندنا كارسة اسمعها ايه اول ممدرب ينجح ويخسر بعدها مطش مثلا نقوله لا 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 انت فاشلت انت فاشل انت قسم اول فاشل تمام كم مرة سمعت في مصر عن مدرب كان ناجح النادي بتاعه او الاتحاد مشاه وبعد كده رجعه تاني كم مرة سمعت اقول هلك من امتى هقول لك فاكر الكابتن محمود الجاري مش مرتين تلاتة ورجع تاني تمام فاكر منول جوزيف الاهلي مش مرتين تلاتة ورجع تاني فاكر جزفالدو فريرة في الزمالك مش مرتين تلاتة ورجع تاني فاكر كارتنون في الزمالك مرتين ورجع تاني يا فاندم ما انت عندك مدرب شغال كويس وزي الفل بيتمشي ده فيه بقى دي فيه حاجات زي دي كتير بس أنا اللي جمع على ذاكرة الوقت يقولتهم لك اللي بيبقى ماشي كويس أرجوكم يا جماعة ما تمشوش عشان ما نروحش نتحال عليه تاني نقول له الحقنا أنا فاكر ومرة كنت في المدرجات أيام الكابتن رحمة الله عليه الكابتن الكبير كابتن محمود الجهري أنا فاكرها والله كنت لس صغير كاية الجامعيل تهتف ارحل يا جهري ارحل يا جهري فاكرها والله كويس تمام تفوت سنة تفوت سنة ويجي بدرب بقى اي مدرب يضرب منتخب مصر ومتبقىش النتائج جاية ده تمام نفس الجمهور في نفس الاستاد استاد القاهرة ايه حقنا يا جهري يا أمني متى لسه يا حبيبي ما انت كنت بتقول له ارحل يا جهري من السنة مراجع ماشي كويس عيش بقى من ده كتير طيب ايه بقى حكاية كيروش كالوس كيروش ما عندوش مانع ده ده خبر لرقم 10 من مصدر مقرب من كالوس كيروش سألنا قلنا له هل كالوس كيروش يمانع العودة لتدريب منتخب مصر فقال لنا ان كالوس كيروش لا يمانع العودة لتدريب منتخب مصر ولكن ولكن هو يرفض العمل مع مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة الاستاذ جمال علام هو ما عندوش مانع يرجع يدرب منتخب مصر ولكن مش مع مجلس اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام دي حكاية كيروش بس من الآخر التفاصيل بقى الملال والكلام ده كله لما نخش في الجد بس يعني لحال الوقت الموضوع مقفول عشان المجلس ادارة اتحاد الكرة موجود وبالتالي كيروش مش يرجع وانتو فاكرين الكصص والحكايات اللي كانت بينهم يعني